تم منح سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وأصلاح السفن الأسري جائزة الإنجاز الملاحي ضمن جواز السي تريد الملاحية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا مؤخرا في دبي حيث تمنح هذه الجائزة كل عام إلى شخصية حققت إنجازات استثنائية لقطاع الملاحة في المنطقة وقد أعرب سعادة الشيخ دعي عن فخره واعتزازه لفوزه بهذه الجائزة خصوصا وهي تأتي بحضور وتواجد نخبة من قادة القطاع الملاحي في المنطقة وكما أعرب سعادته عن امتنانه لحكومة مملكة البحرين ليعطائه الفرصة الثمينة للعمل مع القيادين والنخب المتخصصة في القطاع الملاحي وتطويره وكانت معايير اختيار سعادة الشيخ دعي للفوز بهذه الجائزة تتبلور حول دوره الفعال في الإشراف على إطلاق الميناء الجديد وهو ميناء الشيخ خليفة بن سلمان ودوره الفعال في خصخصة وعمليات الموانئ ودوره في إنشاء منطقة البحرين اللوجستية إضافة إلى إنجازاته خلال رئاسته الحالية لمجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري وتطوير نطاق واسع من مرافقها ومنشآتها إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لمجابهة تحديات صناعة إصلاح السفن كونه أيضا أحد الداعمين للتوجه إلى النهوض بسياحة البحرية ودعمه للمنظمة البحرية الدولية بمواقفه المشهودة من المشاركة والتبرع لأهداف هذه المنظمة ترجمة نانسي قنقر